السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الله اكبر ان لله وان اليه راجع ما يخرج من خاطرك لا اله الى الله الله اكبر لا اله الى الله لا يكogy لا اله الى الله لا اله الا الله الله يزازك بيا خير ودعلي مع وليداتي مع ابنياتي ومع عريصاتي بارك الله فيك للاطيفة نشكرك على هذا البرنامج الله يحفظك هاد المودية لهم سكين كان بيناتنا من لي مات خوات علينا الدنيا وخوات علينا الثار خوات علينا لا اله هي للله خان اللي باش مات واش عنده شي عنده شي زازة عند الله ايها لا لا ايها بإذن الله بإذن الاختراك الله يجزيك بخير ويدعي معاية أنا يا ويدعي مع واحد الوليد صغير كي يقرأ هو اللي خلالي الله يتولها بالعناية والرعاية كان جنديا كان جندي في العسكرية الله أكبر الله يجزيك بخير سيديك لا إله إلا الله عظم الله أجركم عظم الله أجركم اختي لطيفة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمى الحمى هي المرض الذي مات به خير خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفاه الله تعالى أصيب بحمى شديدة وكان يصب عليه قربتين من الماء البارد كل يوم وكانت أمنا عائشة يطبب في بيتها وتمسح بيمينه عرق وجه ثم تمسح في وجهها وكان النبي الكريم يقول إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات للا لطيفة عزاؤنا وعزاؤكم واحد في هذا الفقيد هو القدر ربي عز وجل وضع لكل واحد منا أجل كما وضع لنا تاريخ ازدياد وضع لنا تاريخ وفات لما كنا في بطون أمهاتنا يكون المخلوق يكون نطفة في بطن أمه إلى أن يصير مدغة ثم علقه ثم ربنا يخلقه مخلوقا كاملا فيأمر الملائكة بنفخ الروح ويأمرهم بكتابة أربع كلمات أجله ورزقه وشقي أو سعيد يكتب الله لنا الأجل فنحن حينما نولد نتسلم شهادة من عند الرحمن مكتوب فيها كل شيء حياتنا كلها يعني الواقع الحياة ديالك كل مكتوب فيه السعادة فيه الشقاق وفيه تاريخ الولادة وفي الخلف مكتوب تاريخ الوفاة لكن الله تعالى من رحمته كشف لنا فقط تاريخ الولادة وأخفى عنا تاريخ الوفاة كل واحد منا تاريخ وفاته معلوم سلفا باليوم والشهر والسنة بل والدقيقة والجزء من الثانية معلوم سلفا عند الله وكل واحدة لله تلك فسيموت قتل كيف قدر قدر مكتوب فعلينا أن نسلم للقدر قضية الموت هي قضية أساسية وكبرى اليقينيات علينا أن نسلم الأمر لله تعالى هو الذي يعطي الأولاد وهو الذي يقبض الأرواح وهو يفعل ما يشاء وكل يوم لا لا لطيفة كل يوم هناك حسب الإحصائيات منظمة الصحة العالمية عدد الولادات في كل تانية بالألاف وعدد الوفيات أيضا بالألاف لو أن الله تعالى كشف لنا ستار الغيب لرأينا الآلاف المؤلفة كل يوم يموتون والآلاف المؤلفة كل يوم يولدون في القارات الخمس في الهندي وباكستان وفي روسيا وفي إفريقيا وفي أمريكا وفي الوطن العربي وفي كل العالم أوروبا وغيرها آلاف يولدون وآلاف يموتون كل دقيقة وكأن هناك طريق سيار لو أردنا أن يكشف لنا الله تعالى الصورة غير طريق سيار واحد يدي واحد يجيب هذا غالي وده جاي الحقيقة هكذا خلقها المولى عز وجل ونحن نحمد الله تعالى أن الله لا زال يمد لنا في العمر نسأل الله تعالى أن يزيدنا عمرا وأن يوفقنا للعمل الصالح ويختم لنا بالحسنة لأن لطيفة زوجك الذي مات بالكورونا نحتسب على الله أن يكون من الشهداء لأن العلماء قالوا بأن الميت بالكورونا يسمى مطعون والنبي الكريم قال بأن المطعون شهد مطعون يعني مات بالطاعون لأن الكورونا هو نوع من أنواع الطواعين والتاريخ البشري مليء بالطواعين يعني كل مئة سنة يأتي هناك سلسلة من الطواعين وبها ربنا يقبض أرواح عباده إلا أن العلماء قالوا بأن من مات بالطاعون يسمى شهيدا وإذا كان شهيد فطوب له لقد ختم خاتمته بالحسنة فالشهيد كما جاء في الآثار النبوية الشريفة أنه لا يشعر بخروج الروح مع أن الميت إذا أراد الله أن يقبض روحه فإنه يواجه متائب كبيرة حتى ولو كان مؤمن أخروج الروح صعب إن للموت لسكرات هكذا كان يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عند احتضاره إن للموت لسكرات وكان يتصفض عرقا وتصب عليه كل يوم كربة من الماء البارد لكن الشهيد ربنا لا يعطيه الألم بخروج الروح إلا كوخز الإبرة كوخز الإبرة ثم يعطي الله تعالى للشهيد كرامة أخرى أنه يعفى من سؤال القبر لأن القبر فيه سؤال وفيه الضمة ضمة القبر وسؤال القبر فضيع ومؤلم لكن المؤمن الذي مات بالكورونا ويعتبر شهيد يعفى من سؤال القبر ويعفى من ضمة القبر ثم إنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب لأنه عنده ورق بيضاء كارت بلونش يدخل بها الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ادخلوها بسلام آمنين وحينما يدخل الشهيد يعطى شفاعة سبعين من أهل بيته استوجبوا النار يطلع فيجد بأن هناك عائلة وأفراد من الأسرة والأقارب ربما زلت أقدامهم ربما لم يحسن إيمانهم وكادوا أن يقعوا في الهاوية فيتدخل لكي يشفع لهم عند الله تعالى لعل الله تعالى اطلع فعلم بأن في الأجيال الأسرة الآن أو الجيل الصاعد أو الجيل الذي بعده في أناس ربما قد تزل أقدامهم ربما قد يقع لهم نقصا في العمل فربنا يشتبي أحد أفراد الأسرة ويجعله شهيدا ليكون شفيعا لهم للا لطيفة الله يرحم المرحوم ويسع له الرحمات وجميع أمواتنا وأموات الكورونا على وجه الخصوص نسأل الله تعالى أن يتغمدوا في واسع رحمته وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان وأسأل الله تعالى أن يجعلها آخر الأحزان أسأل الله تعالى أن يدفع عنا وعنكم أجمعين هذا البلاء وأن يدفع عنا وعنكم كل شقاء نسأل الله تعالى أن يحفظ الأولاد والبنات إذا مات المنفق فلا يزال الرزاق حي لا يموت الوالد ومنفق عنده أجر شهرية ينفق منها لكن الله والرزاق ذو القوة المتين الذي له ملك السماوات والأرض أسأل الله تعالى أن يتغمد فقيدكم في واسع رحمته وأن يجعل قبره مزارا للملائكة وأن يسقيه شربة ماء من حوض النبي لا يضمأ بعدها أبدا وأسأل الله تعالى أن يرزقكم الصبر لا صعب جدا النسيان صعب سيبقى مدة طويلة لن تستطيعوا نسيانه الذي ينسيكم فقط هو أن تدركوا بأن الله هو الذي أراده أن يكون من جانبه فهو الآن في ضيافة الرحمن وربنا اختاره إلى جواره ولا راد لقدر الله هنا القلب سوف يرتح أما من غاب عنه هذا المبدأ الديني فإن الفراق يصير عنده شقاء علينا أيها الأحباب الكرام أن ندرك بأن أموتنا لم يموتوا بالكورونا ولم يموتوا بأي مرض ولا حوادد سير وإنما ماتوا بالأجل ماتوا لأن أجلهم انتهى وربنا قد درك فماتوا وأن الله تعالى كريم وأنه لطيف بعباده وأنه يكرم وفادة المتقين كل من قال لا إله إلا الله يسمى مؤمنا متقيا يسير عند الرحمن ضيفا مكرما نسأل الله تلعى أن يرحم جميع أموتنا ويطرح البركة في أحيائنا اللهم أمين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله